الراجل ماشي بخطوات ثابتة طيب تعالى بقى النقطة مهمة جدا هو جاب مودست يا سيدي هو الاختيارات وارد يا سيدي ان مودست دا ما يوفقش كيش مشكلة جاب غيره يعني انا عايز اقول ايه ان المدرب من ضمن الشغل بتاعه انه يكسب وانه يعمل تكتيج كويس وانه يعدي الفرقة كويس ولما يختار العيبة ممكن في ظل اختياراته ممكن واحد يطير منه ما يوفقش يعني فيه مدربين عندنا جابوا لعيبة وتعقدوا مع خمس ستة لعيبة ثلاثة كويسين واثنين وحشين واحد اتصاب خلاص هتعمل ايه بس الثلاثة كويسين خلاص اوكي اضافة للفرقة وهم ماوفقش اتنين الاثنين دا مش عشان وحشين ماوفقوش ممكن يكون اسباب نفسية عند اللاعب مش عقب المدرب تفتكر مودست مشكلته مشكلة نفسية لا اجواء اجواء انه راجل عايش تولوقت في اوروبا مودست انا شايفه مش جاهز اعتقد ان مودست دا لو قاعد فترة واتجاس عليه في تدريبات وخدمة شطودية وكده يرجع يرجع يدي دي بتاعته بص احنا كل دا بنتكلم وما حدش فينا عارف مودست دا هل عنده رغبة انه يلعب عنده اصل بص اللاعب عليه جزء والمدرب عليه جزء طبعا اللاعب لو مش عايز مهما تدربه مهما تكلمه مهما تشتغل عليه وتعالى وخد لك تلت ساعة تخصصي في الاخر وفن الشعق جون وتعرق مش عارف ايه الكلام دا كله شك وهل هو عايز ولا مش عايز وممكن يكون هو مش عايز او ما عندهش الشغف وعارف انت اللي هو انا جاي يلعب في الاهلي انا عايز اعمل اسمه في الشرق الاوسط اصلا هو لو لعب كويس هيعمل بومين في الشرق الاوسط ما عامل ايه ما خلاص وفادله سنة ساعتين وشكرا ياتي ماشي بس انا عايز اقولك حاجة خمس ستاتين مش كتير ايوة دي نقطة مهمة طبعا ايه ما الراجل مدافع عنده 40 سنة صح فيلم ميلو وقدامنا عامل تاكلنج على بيرستاو وبنزيق ما هو بنزيق بس طبعا مع الفارك يا ما هو بنزيق بس طبعا 37 سنة ورناندو عنده 39 سنة فاللي انا عايز اقوله دلوقتي اللعيبة ما شاء الله علم التدريب تقدم اوا كريم فبقى الاعمار بتاعت اللعيبة بقت بتكمل 30 37 36 ينفر شوفنا واق الجمعة واق الجمعة ليه بتسعة وتلاتين صح بطل 2014 صح كان عام بتسعة وتلاتين سنة فانا اصلي ايه ان ان علم التدريب دلوقتي خلى فيه مستوى اللعيبة والاعمال التدريبية خلت اللعيبة تقدر كم مستوى اللعيبة